اشتركوا في القناة 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 كن اود عبسانين اودون بحكولي فينبول من شديد ايه كنخلوه وبعد ساعة وكنغسله بلماء ايه بفهم اما الغصفة رادعة فهي معلقة الحمص يارف مع معلقة الفورياء مطرون ايه مع معلقة عروز مطرون ايه مع صفار ضيضة بلدية كنخلطهم كنخلطهم الوجه من بعد مرسلنا بشفابون كان خلطهم اربع ساعة اربع ساعة ايه عد نغسله ايه اما الوصفة الخامسة فهي معي اطقى من الوصفة هاد الوصفات اللي قدمتنا يعني نستعملوهم مرة في الاسبوع ولا كنت استعملوا ثلاثة خطات الاسبوع اللي بغت تسيي للنتيجة ايه لكانت الحدة في الكلفة يعني كان غامق ولا نمش ايه لحفد الكلف لاندنو الكلف لاندنو توجهها ايه لاندنو اهي هي مجربة الوصفة اللي كان عطي ايه وغنخطهم معيكا من عالقة سغيرة تعزيAA من العالقة من العالقة سغيرة تعزيAA من العالقة من العالقة من العالقة كنخلهو ساعة ايه هذه تبقى تساعة في الوجهة لانا مع ذاتها تأتي اي بشرة يمكن تنسيها ام ايه يعني باب الزيوت وبالعسل مع القصغارة ديال اللوز المر ومع القصغارة ديال اللوز الحلو ومع القصغارة ديال العسل ايه وتبدأت لك بيع الوجهة ديالا مزيان تدلكم زيان قاعد لاتطغط واحد مدة دقيقة تخليه ساعة ايه الازالة تتلفوا هذه والفبوب وتننش اعلم ايه تفضلي هادي فيها معين قتع الوجهة مسحوقة ايه زيت السبعة بالعادة تتبع مدقوقة ايه مع ايه عاصر حامضة من ناخد المواد كذلك ايه تنخلط الوجهة مع عاصر حامضة ولا بقشت عرسي بان الوجهة اه مير في المياه امه غتيت عصر عليها الحامض ايه 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 يعني كتفى بحل الجير اللي كتبت يحلي الماء ايه بحلكة فور بحلكة امه 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 اذا شافتك تشنشن هديك ودعة مية في المياه يعني اه مدازاج كثير ما اقوله امه عندك الفعالية يعني كتخلطهم بحامضة صغيرة او لمس خامبة كبيرة امه الحامود ولمورد ياك? لا. اهام. اي مفهوم اي مفهوم. الودقة اي هي معروفة من الزمان كانو كيستعملوها يعني السيدة. مضييب الوجه. لدي تعمع معلقة على سلو ومعلقة على الحمصة تضيب الوجه. كيف قلت ستكون غير حرة تكون يارينين متكوش مرشوشة ولا شي مكوون اخر كتشتاوي الى 70% جين موبايات الوصفة الاخيرة الكلف اللي يجي من بعد الولادة الكلف الهاتف الوحدة وهذا اهلك يحيل فكتسبقوا نصحتي ان السيدات يديروا القطارات اللي يديروا مع القطارات الحامل ويجي من موجهه دياله مغيزول اما الكن واحد منه يكون مكان قوله شليب دياله من التاش لكي يقلحها بالتغذية اللي كتاكل يعني غتتاخد هاد مهال سبع ايام اللي كتبت مشي الحنام غتتاخد مع هادشي اللي غنبقى ذابه غتدي معهم الحنام و تقعد في بلاسه تكون سخونة غتتاخد الحنام من تحونة ايام يعني لا حسبوش بدن ايام بدن الشسم ديالة ولا غوجها لانتين بعد المناطقليك يكون فين تلف حفظة و الكيش ايام ايام هنه مطخونة تكون كما كان قولوش نمسوسة يعني متاش مواد كينوية ايام قدفلها الخزانة مطخونة امم مع القونس المطخون مع ماء الوان مع ادن الغازة اللي هو كنسموه ناعكار الثاسي امم و كنخلطوهم مزيان و كنبداو ندينو بينجا ديالنا و كنقعدين في الوجاع و الجلد ديالنا و كنقعدين في استخون ممسوس 15 دقيقة ايام ايام و كنناخدو كيف و كنبداو نحكو بشوية يعني بلوكس على البشار اممم بش نزولوا هذه الخلية تعل الكلف ايام و كنقصلوه بالمدافئ امم واخر اه 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 بالنسبة لهد المكوين ديال القرونفرن حاولو ما نكتروش منه لانه احتوي من المكونات اللي كتهيج للبشرة مقارنة مع المكونات الاخرين ولانه عفعه ايام ايام كله مجرد ايام فعلا هو مشي كيف قلتي راه فعلا مجرد بين ولكن راه كل واحد يعني يكون عارف البشرة ديالوش حساسة وش عادية الاحرم امم انا اكبرام امم ايام اخطرحت الجودة دي لهادي المكونات تكون حرار تكون طبيعية. ايه عادي يكون احسن نعرفو كيفاش نعرفو مثلا العسال وشحر ولا لا وبالزاف المكونات نعرفو شنو الجودة دي لها ولا لا. اه اه اذا سمحت لانو وقشنا الوقت فاتحا نختموه بالوصفة دي لحد من تبول لارادي. واخا. بنسبة تبول لارادي. غت ايه تاخد فيداء ايه سكنجبيغ. ايه. غتشده غريف المقلة. غتشده غتشده تحمى مع التقليد. ايه سكنجبيه متحوم. سكنجبيه متحوم بودر. ايه. ايه. غتشدغي فيه يقول يعمل لون دي لغه بحلون القهوة. اه هم. ايه. ايه. يقول لون دي لغه بحلون القهوة. ايه. يتخلو لغا. وغتشدها يصاب لع سلحة. الي هو كما ليتني كلا كان حوارا غتشده غتشتد في الوصفة. ايه. غتخلط ليس لها. وغتولي تعطل التفل ديالة او لشخص اللي عندك التفاولة يا راضي. اما الحلقة بتوحد عليك خاصة اختصاصين عليك الاطباء. تنصح بها الاطباء. ايه. انا غلط تباول بنسبة الاطفال اللي كي حاشكم كيبولة في الفوض انه انا عندي اربعة نوليجات وكامل هاد الوصفة الثمان حي دليل. ايه الحمد لله مي ككون مكيش مشكل العدو لمشكل نفسي. كيسهل انه هاد الوصفة يعني سافيت اه تكون فعالية ديالها. وانا وانا كيف ما لاحظت انه تنقفت بقى اللي كتستاطروم ده مكي يعطون الشي الوجلي ومطابقين. ايه فعلا ايه فعلا حاجة كتكمل حاجة. مهم. غتاخد من بعد ما حمى حمى وطو غتضيف عليه الاسل وغتولي او ديك الشي توقينا غتولي نعطي. معي لقص غير متخوتهش لي. قبل ما ينعز وتباعد عليه السوائل. اه. يعني قبل ما ينعز تقريبا بشي ساعة ولا ساعتين تعطي هاد الوصفة. معلقة صغيرة من هاد مكونا. من شروبات في الناس. واغنب الاصطال اللي يسيبونه هما انك يزاد النسبة ديالهم وما انك يدخلون المدعثة. يعني السبب رائسي والخوف. ايا ايا تكون. تكون خوف تكون مشاكل اخرين. ايا فعلا. وكذلك المشاكل بالنمر وراجل بالتمسفل ويتخاذ الاسلام اللي كتكون في هذا. ايا فعلا احتهادو من الحويجات اللي كي اطره. تبارك الله عليك فتحة وام بسمة. مشكورة لهذا الوصفات الطبيعية التجميلية اللي اقترحت لنا. واكيدة لانه ولا بدخل سنعرفوا النوع ديال البشرات ديالنا باش نتعاملوا معاها بطريقة صحيحة. يعني مشكورة فتحة ام بسمة قدمات بزاف ديال الوصفات لازالة الكلف ونمشوا كل واحدة تختار الوصفة اللي كترتاح فيها والوصفة اللي في هالمكونات اللي غديمشيوا مع البشرات دياله. وبنسبة لهذا الوصفة ديال حد من تباووا الايرادية فكتبقى ضروري استشارة تبية يعني نتبعوا مع الطبيب وما فيها بس انا نختاروا هاد الوصفة بما انه فيهم جوج المكونات اللي معروفين بالفعالية دياله يعني سكنج بيكان طيبوا به معروف انهم بزيال برد مزيان يعني بزيف ديال يعني الامور اللي مناسبة لصحة ديالنا والعسل الحورة معروف الفعالي دياله يعني ممكن تبعدوا دوا ديالنا تبعوا استشارة طبية ولا مع الخصائي النفسي وفي نفس الوقت ناخدوا هاد الوصفة نخلطوها وندروها مع القا صغيرة يعني قبل ما ينعسلوا ليد او للبنيتا نعطوهم هاد الخليط ونحبسوا لهم المشربات واحد الوقت مبكر يعني السبعة مسلا غدي نحبسوا ما يشربوا لأتي لقهوة لما لوالوا ويحاولوا ياخدوا من هاد الخلطة مع القا صغيرة كيف ما اكدت لنا وقبل ما ينعس ونتمنى وان شاء الله النتيجة تكون فعالة للجميع اللحظة مستمرة